شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة في قرية فرسيس مركز زفتة بمحافظة الغربية توقيع الكشف الطبي على 1048 حالة وصرف العلاق لهم بالمجان كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لأربعين مواطنا وزرع خمسين شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية وذلك دمن مشاركة كلية الزراعة في مبادرة 100 مليون شجرة أدفة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإصعافات الأولية في حالة الطوارئ